مرحبا بكم اليوم الناس كل في راديو بليسي ايام بتبعي عقبال من الابداية وما تنساوك تعملوا لايك الفيديو وشتركوا بالقناة مش تسلكم اخبار تونس لحظة بلحظة كشفت منذ قليل الاستاذة وفاء الشاذلي على صفحتها الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك بانه تم باذن من النياب العمومية يتم الان البحث عن النهضاوي السيد الفرجاني لتورته في قضاية التآمر ويتم الان البحث عنه مع الاشارة وانه بلغت معلومات عن محاولاته اجتياز الحدود الليبية خلصة كما قاعدين تسمع ذي كانت رئيسات الاستاذة والمحامية وفاء الشاذلي فيما يخص النهضاوي السيد الفرجاني قالت على حسن ما وصلتها معلومات انه هرب من البلاد التونسية تعدى للليبيا خلصة موش امور قانونية لهنا نكتشف انه حركة النهضة عمورها ما كانت نازيها والسيد الفرجاني ذي تعلق بعديد القضايا لكن القضية ذي قضية كبيرة تآمر على امن الدولة كما برشا اللي توقفوا كما كمال طيف جوهر بن مبارك خيام تركيا شويش وعديد الاسماء هذوم الكل موش مساعدهم قاعدة سعيد اللي هو يحكم في البلاد عليش خطر كل ما عندهم قضايا فساد وهم المسيطرين على الاسويق وكانوا مش يعملوا زادة بلب الكبيرة ياسر قبل رمضان بيمات لكن الحمد لله انه رئيس الجمهورية متفتن وعندوا الاستخبارات متاعه في بيله بكل شي الذي كان تم ايقافهم في اقرب وقت وتوصل معناها للحكم متاعها بالعدام بخطر تآمن على امن الدولة ويتلاعبوا بقوة المواطن انا معلي كان نقول تحية كبير ياسر رئيس الجمهورية قيس سعيد وزاد حركة النهضة عمرها مكانت نازيها وقاعدة تخدم في مسالحها الشعب قاعدة تخدم كان في روحها في القيادات امتاحها وكيما شفت لو كثارية الايقافات اللي كانت تاريجي للعمال الكل متورتين مع حركة النهضة كما خيام التركي وكيما كامل طيف اللي نعرفه وتعرف الناس الكل اللي هو الدولة العميقة من قاعد بن علي معناه يوصل حتى يعين معناه الوزراء مع بن علي يوصل بن علي هذا التليفون ويستشيروا الكلمة ذاية موجود في عديد عديد الصفحات معناه ثم شكولها حكاية فيها الموضوع ذاية مش من رأس يجيبه ومعناه يكتشفوا لهنين كما قلنا حركة النهضة عمرها مكانت نازيها هاصيلوا الكلمة اللي عندك من توم لو كانت تحب تعلق فيما يخص الموضوع ذاية وتحية رئيس الجمهور قيس سعيد خطر انسان نازيه وانسان يحب يخدم البلاد اي نعم وان شاء الله في القريب العاجل ترخص الدنيا وترجع كما كان تقبل والكلمة اللي عندك من توم لو كانت تحب تحلق فيما يخص الموضوع ذاية وهكا نكون وصلنا الى نهاية الموضوع وان شاء الله رب يقدر خير وتحية تونس